السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وبناتنا طلبة أو نقول طلبة للحاصلين على الإعدالية وإن شاء الله نويين وخشوا التعليم الصناعي ومنقول لقسم الكهربة مرحبا بكم في أحد حلقات الإطرائية للتلفزيون المصري قناة التعليم الفني أبنانا وبناتنا كنا في الحلقة السابقة اتكلمنا عن المخاطر التي وجه الإنسان عند التعرض للكهربة وقلنا كمان أسباب وصوله للتعرض لهذا الكلام اتعرفنا في الحلقة السابقة على المعاهد وكليات لجميع التخصصات وثم قصوصا قسم الكهرباء اتكلمنا كمان في الحلقة السابقة ان شاء الله على أسباب وقوة الحوادث وكنا قلنا من أسبابها استخدام الأدوات الغير صالحة أو التالفة وقلنا كمان عدم لربط سلك الأرض جيدا وقلنا في الحلقة القادمة اللي هي النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها على احتياطات الوقاية من الصدمة الكهربية عنوان النهاردة بدأنا بناتنا لقسم الكهرباء أو للعامة كلهم احتياطات الوقاية ضد الصدمة الكهربية اولا التوصيل بالأرض يجب ان توصل هياكل او اجسام الماكينات او التركيبات التي تستخدم فيها اجهزة كهربائية او دوائر كهربائية بالسلك الأرض ليضمن عدم مرور الطيار الكهربائي بجسم الانسان في حالة حدود ثلاث او عيب ولا موسي الانسان طيب تيه نقطة جديدة عندنا لأي نقطة مش جديدة ولكن يعني تركناها في البيوت بتاعتنا للأسف ما تعملتش كنا بنسميها او بسموها مهندسيننا زمان التقريد طيب يعني لو ابهاتنا او زملائنا الافاضل اللي في سننا كده كانوا يقولك الفيشة لما تيجي جهاز من الخليج او جهاز من برة بدل ما يبقى فيها طرفين بس اللي هما الارض والكهربة بيبقى فيهم تلات اطراف التلات اطراف دول عبارة عن ايه يا اخوانا طرف الارض وطرف الكهربة طبعا كلمة الارض دي كان خطأ دارج شوية لكن عايزين نعرف الفرق ما بين الارض والسفت واخدوا بالكوا كويس قوي من الكلمة دي عشان هو نفذ بعد ايه ان شاء الله لو دخلتوا القسم الكهربة ان شاء الله جميعا تبقوا اخدين بالكوا من حتة دي حتى في العلاء العملائيين لما بيجي يقولك انا عندي طرفين كهربة في البيت يبقى طرف الارض وطرف الكهربة هو طرف الارض دوت اسمه خط التعادل وحنشرحه فيه ما بعد ان شاء الله في حلقات التخص اما طرف التقريد اللي هو الطرف التالت يعني انت حتى فيه بعض الاجهزة او المدن الجديدة بسم الله من شاء الله مدن الجديدة كلها فيها التقريد ده بيعمل ايه السفت العين ده بيتعمل ازاي او خط التقريد ده بتعمل بيبقى سيخ من النحاس بتحط في باطن الارض بطريقة معينة بيتفت في الارض حوالي متر ونص او اتنين متر لحسب ما الارض ناشفة او فيها رطول ويدفن سيخ وحديد او سيخ نحاس ويتحوط عليه بطريقة معينة في مادة في مادة التركيبات ان شاء الله في سنة تانية ونالك اللي هي التقريد ويبتلي ياخد طرف ويسيبه ياخد طرف سلك كده ويسيبه ده بيتعمل ايه بيه بيقول المهندس المعمالي تفضل ابني انا خدت عملت التقريد بتاعي مهندس المعمالي بيبني والفنين بيشتغلوا وبيبتلي مهندس كارابا بقى يبتلي يشتغل يحط الدور بتاعته يحط اللمض يحط المفتيح التلاجة هنا الغسالة هنا التكييف هنا المطور ده هنا بعد ما بيخلص ما بيوصلش كارابا بييجي يقول فين سلك اللي انا للفنين اللي معا سلك التقريد اللي انا عمل بياخدوا الطرف ده يمرروا على الغسالة التلاجة المطور المية التكييف كل ما هو جهاز في البيت يمر السلك ده عليه السلك ده لازم يكون مربوط شيء كويس ومتقرد كويس يعني متقرد في قلب الارض ايه موظيف تهز السلك يعني تعريف السيف تراين هو سلك يربط بجسم الالة اي الى بقى غسلة اللجة مطور خبالك بتاني هو سلك يربط بجسم الالة ايوة ويدفم في باطن الارض ايوة لتسريب الطيار الزايد اه يا ميسر يعني معنى زلك ان انا لو عندي السلك دوت انا عامله في البيت عندي للأسف للأسف انا بقولها للأسف في بعض المناطي الشعبية مش معقول خامس تعرفين الكارابة وموصلين لذلك بتحصل مشاكل كتير جدا تلاقي وعد فتح التلاجة اتلمس وقع سلك التقريد ده بيبقى معمول في الارض ولافف على جهز البيت كلها دور اتنين تناتة مش مشكلة طب حصلت ان فيه سلك لمس لقدر الله لاي زرط سلك ساح كزا بتاع لمس حضرتك وانت جاي تفتح التلاجة الكارابة ما تمشيش في يدك هتمشي فين في السلك توصل لفين للارض تحت ده اللي بنسميه سلك الامان سلك مين الامان هنت 꼭 تسميه ارضي لا سلك الامان عما السلك الارض اللي هو اللفز الدرج الشعبي فردك كرون فردك سلك الارض ده عبر عن ايه هو نقطة التعادل من تواصلة النجمة نقطة التعادل من تواصلة النجمة وهو يكمل الدايرة في الوجي الواحد طبعا الكلام ده الاحترافية بتاعتك وبرفشنا بالنسبة لك. في قسم الكهرباء هنتكلم عليها فيما بعد. لكن احنا اللي همنا يا دلواتي. برفع عليك. الاحتياطات. التوصيل بالارضي. اني لازم يكون فيه سلك. لو معمول له طاريط في الارض. يلف على اجهزة البيت او المصنع او الورشة او المبنى كله. لو حصل ماس لقدر الله. والانسان جي يمسك اي جاز ما يتكهربش. ودي من احد القواعد الامان. احتياطات. لازم ناخد بالنا من. توصيل بالايه? بالارض. ده سلك مهم جدا. وموجود تقريبا بنسبة مية في المية في المدن الجديدة كلها. يعني من ساعة ما تنشأت المدن الجديدة السلك ده موجود في كل المباني تقريبا. تمام? طيب. تعالوا نشوف رقم اتنين. يجب ان تكون توصيلة الارض مؤلفة من عمود من الحديد او صفحة نحاس. وبطول مناسب. وبسمك كبير. ويثبت بالارض الى ان يصل الى منسوب المياه الجوفية. او الرطوبة الجوفية. وان لا تزيد مقاومته عن ثلاثة او. ويجب ان يكون توصيل الهياكل. هيكل هي الشكل بتاع المواتير. والالات بهذا العمود. والارض عن طريق شرائح من النحاس. عليها طبقة من القصدير لمنع الصدمات. تعالوا نشوف رقم اتنين. يجب الكشف المستمر على جميع التوصيلات الارضية. اي اي تلف في السلك الارضي يعرض المشتغلين الى الصدمات الكربية. كما يسبب ارتفاع الحرارة في المعدات والاجهزة الكربية. لازم اكشف عن التقريض كل شوية. اللي انا عملته. اشوف السلك بتاعه مزبوط ولا لا. تعالوا نشوف بعد كده رقم ثلاثة. لوحات التوزيع. ولوحات التوزيع ابنانا وبناتنا اللي احنا هنسميها بالنسبة لكوليسا مش هنعرف قوي. اللي هي الطابلو بتاع الفيلم مفاتيح الاوتوماتيك. القواطة الاوتوماتيك. لوحات مراقبة وتوزيع الطيار الكربائي. يجب ان تصمم هذه اللوحات. وتثبت بطريقة لا تعرض المشتغلين للوقت التوصيل الكربائي. يجب ان لا تستعمل المساحات التي خلف هذه اللوحات. طيب في بعض الناس بتشيل بتخبي الفلوس ورا اللوحة الكرباء. يعني ورا اللوحة بتاعت اللوحة. يقول لك انا اخبي هنا. يا عم تخبي ايه? دي سلوك ورا اللوحة. دي اللوحة بس باينة لكن كلها سلوك وممكن يكون فيها سلوك اريان. يجب ان تستعمل المساحات التي خلف هذه اللوحات كمخزن. بل ينبغي ان تترك خالية من جميع المواد والاشياء. التي لا لدوم له. كما يجب قفل المكان خلف هذه اللوحات. ولا يسمح بالمرور الى داخلها. الكلام ده على لوحات التوزيع ابنان ربناتنا اللي هي كبيرة. يعني الاوضة بتاعت لوحة التوزيع ودي تلاقيها في الامارات اللي هي السبع تدوار والعشر تدوار يقول لك في لوحة في آآ آآ غرفة كارابة. الغرفة الكارابة المفروض وراها يبقى خالي. يبقاش في مباني. ما يخش راشة الا من باب واحد. يعني ما يدخلش هذه الغرفة الا من باب واحد. تمام? يفضل ان تكون هيكل هذه اللوحات من المعدن وتوصيله كارابيا طبعا ما اعمل له ايه التقريب بتاعه. بص اللي جاية كمان ايه? ودي على فكر احنا بنستهطر بها قوي. يجب وضع دواسات ارضية عازلة للكهرباء وان تتناسب مع شدة الطيار المار بلوحات التوزيع. يعني انا لو داخل ان شاء الله بعد ما اتخرج من الدبلون بتاعي او دخلت المهد بتاعي. وجات لي لوحة توزيع اروح اصلاحها وعمل لها ديزينر او تصميم او صيانة. المفروض ان انا اول حاجة اعملها ان انا افرش الارض بتاعتي مش هفرشها بقى موكت وافرشها السراميك. هفرشها بمادة عازلة لغاية اللوحة. المادة العازلة اللي قدامي كده لغاية اللوحة اللي انا هشتغل عليها دي بتفتني انا قوي. مادة عازلة عن الارض. عشان ملمس الارض باللوحة بتاعتي. الرقم اللي بعد كده. القواطع والمصيرات. الفيوز يعني. الفيوز بتاعك ما استرخص فيوز وقال لك اسدادة خمسة امبير. وانا الحملة عندي خمستاشر امبير. كل ما رجع يركبه يقطع. ولذلك حتى التعليمات انت تقرأها هنا معه. قناتنا قناة التعليم فني. يجب ان تصمم هذه المنصهرات والقواطع الالية. على ان تقطع الطيارة عن الدائرة. في جلد امين الثانية. يعني ايه? مصممة. زي بيقوله قواطع ايه? محترمة. فيوزات. الفيوز محترم. مش اعمل له حتي السلكتين كده دخينة. وعم شعره وخلاص وركبه. طب ما اجاز السلك دوت ما يفصلش لو حصلت قفلة. والمكان كل يولع والفيوز لسه شغال. لأ طبعا. لازم يكون معمول حساب الطيار بحيث ان عند قيمة الطيار معينة الفيوز يفصل. هلان تقطع الطيارة عن دائرة في جزء من الثانية. نتيجة حدوث اتصال ارضي. او قصر. او تماس. او زيادة في التحميل. او توصيل. او فصل الحمل الطريقة غير مأمونة. يعني ما شلش المفتاح كده واشل سلكتين وخلاص. كما ينبغي ان تشتمل كل دائرة كاربائية على هذه الاجهزة. يجب ان تكون اسلاك المنصهر اللي هو الفيوز يعني من مادة سريعة الانصهار مثل الرصاص. كان في بعض الناس كنا بنشوفها يجيبوا الفيوز حتى تتسلك النحاس ويشعروا الفيوز. طب الرصاص اسهل ولا النحاس اسهل في الانصهار? يعني لو حصلت مسلا قدر الله. الرصاص بسرعة يسيح. يفصل الكارباء. لكن النحاس هياخد ايه? وقت. في الوقت ده الكارباء شغالة على المكان. المكان ده في ناس وفي معدات. فبتحصل خسائر. واحنا ان شاء الله ربنا ما يجيب خسائر ينه. تعالوا نشوف كمان ايه? اللي ما يجب ان يكون في المنصيرات اول في وزة. يجب تثبيت المنصيرات او القواطع الالية عند مصدر الكارباء. اللي هو فين بقى? صح. جنب الكفري على طول بتاعك والتداخل لازم يكون فيه قواطع اوتوماتيك. ولذلك تلاقي الراجل لو حد بيعمل الكارباء او بيوصل لك الكارباء. حطت في وز كده فوق منه فوق الكفري او مفتاح اوتوماتيك. بحيس الراجل برضو عامل حسابه والشركة طبعا ومحطة الكارباء الى له كده. ان لو حاصل افرق الفيوز ده يضرب. طب تلاقيها فين? في المناطق اللي هي تلاقي على نصيتها كشك كهرباء. خلية بنسمي احنا طبعا مش هنقولها كشك بعد كده. نقولها خلية كهربائية. خلاص اللي هي مختصة بتوزيع الكهرباء للشارع او المنطقة اللي انت فيها. الخلية ديت فيها ايه? بعض القواطع الاوتوماتيك والفيوزات. بحيس? ان اي حمل في الجزء اللي هو بيشغله. مسلا بيشغل مبنى زي ما سبيره. مسلا. مش هنقول بقى كل شارع في مصر اسمه ايه? مبنى زي ما سبيره. فلو خلية معينة. طيب الدور الرابع له خلية معينة ولو فيوز. حمله في الاستوديات اشتغل اربعة عشرين ساعة فالفيوز بتاعه سيخن ضرب. يبقى انا حافظ على مين? على الاشخاص اللي موجودة ربنا يحمينا جميعا. وعلى الاجهزة. هيجا الراجل بتاع السيانة. هيشوف ان يفيوز اللي ضرب اه. ده بتاع الدور الرابعة. هيبتدي يعرف ايه اللي بيحصل. كان شغال ازاي? ويبتدي يتعامل معاك السيانة. فالفيوزات او القاطع الالية او القاطع الاوتوماتيك يعتبر يعني الامان من الله سبحانه وتعالى وهي عنصر الامان في الدار الكاربية. هي عنصر الامان في الدار الكاربية. يعني يخدوا بالكم منها كويس او. فتعالى نقول تاني كده. يجب تثبيت المنصيرات او القاطع الالية عند مصدر الكارباء. لا ينبغي. اركز معاي. لا ينبغي. زيادة اسلاك المنصيرات او استعمال كباري. واخدين بالكم الحتة دي عشان بيعملها كده في البيت كباري من الاسلاك بدلا منه. المنصيرات. مما يسمح بمرور طيار كارابي فوق المعدل. في هذه الاجهة الامر الذي يؤدي الى ارتفاع درجة حراراتها. مما يساعد على تلف المادة العازلة واحتمال نشوب الحريق. ودي يعمل سلالك بطريقة بسيطة جدا ابنانا وبناتنا. عشان بس تفهموا وتعرفوا ان الكهرباء مش لعبة. ايه هي? على سبيل مثال ان قاعد مسلا قاعدين في شقة. وكل قوضة من شوها ديت من الشقة ديت على فيوز واحد. فجاتوا القوضة بتاعت اخوك الكهرباء حصل فيها افلة لأي سبب مش هنتكلم دلوقتي على اسباب. اي سبب الكهرباء. فبيجي واحد ناس يقول لك يا تب ما تحملوا القوضة بتاعته على بتاعتك انت كمان. عاما ما تصلحها بقى يا سيدي. خد بلك انت حملت انت الكهرباء بتاعتك في القوضة بتاعتك على فيوز وعلى سلك معين. القوضة اللي جنبك الكهرباء ضربت. ما تحملش خليه صلح. لان هو لو حملها عليك انت في خلال ساعة زمن او ساعتين زمن القوضة بتاعتك كمان هتفصل. لان اتحملت على اسلاك غير قادرة على تحمل الطيار. هي مصممة او انت جايبها على حساب القوضة دي بس. مش هعمل حساب التحميل ازاي? الكلام هتعمل حسابك في المستقبل ان انت هتحمل عليها تعمل حسابك في بتاعك. يبقى السلك بتاعك وده اللي هنتكلم عليه بعد كده. السلك يكون سمكه كزا ومساعة مقطعه كزا. بحيث لو زاد عن المعدل المكنة او المعدة ما تتحرقش. خدنا بالنا يعني كباري. يعني مش بعد عد كوبر لا هو بيحمل حاجة يعني بيحمل قوضة على قوضة. زي مسلا مطور الماية شغال في البيت. فالبيت اللي جانبك المطور الماية بتاع اتحرق. يقول لك ممكن تودينا توصيلة. طب التوصيلة بقى البيتين على المطور. البيتين على المطور. مطور اتحرق. فهمنا? فناخد بالنا ان انا ما اعملش عملية الكباري دي. بتبقى صعب قوي ان اه انت مش عامل حسابك في السلك او مساعة مقطعه. ولا كمية الطيار والجهد اللي ممكن يتحمل عليك. فبتبقى الخسارة تقيلة شوية. ربنا يمنعها منا جميعا. خلاص? تعالوا نشوف بعد كده المفاتيح. المفاتيح الكهربية. من اخطر انواع المفاتيح الكهربية هي مفاتيح السكينة والحمد لله ان هي تقريبا في طريقها الى الانقراض. اللي هي مفاتيح الجهود العالية. التي تكون فيها اجزاء التوصيل الحامل للطيار الكهربية مكشوفة. مما يؤدي الى تعرض العمال للصدمة الكهربية. وللشرارة الناتجة اثناء قطع او توصيل الدائرة. وفي هذه الحالة. يجب عمل الاتي ان تثبت هذه الانواع داخل الهلبة معدنية. يتصل بهيكلها بالسلك الارضي وان تكون اياد المفاتيح خارجة عانى حتى يمكن تشغيلها بامنة. المفاتيح الكهربية طبعا فيها الكلام كتير قوي كان زمان السكينة السلسية بتبقى عاملة التلات سكين كده. وهي دراعة واحدة. لما الراجل بيجير فعى السكينة تلاقي التلاتة راح ملامسين المعدن كده. طبعا كان بتحصل شرارة وكان في بعض العمال اللي قدر الله بيتقصرها عليها. وكانت الدراع ممكن من الخشب تتحلق. جم بعد كده عملوا طوروها حطوها داخل صندوق. بحيث الراجل بيرفع السكينة الشرارة متأسرش فيه. اه حصل بعد كده تطور وعملوا المفاتيح السلسية الكهربائية اللي هي المفاتيح العادية بتاعتنا دي بس السلسية بقوة تحمل اقوى ما بقتش ايه بالسكينة الكبيرة. حاليا دلوقتي يمكن التحكم فيه التعامل مع الدوار الكبيرة دي عن طريق كوندكتورات بمحملة دي المواده العازدة الكبيرة جدا اللي ممكن تتحمل ما ده طيار كبير. احنا بنقول الكلام ده لان المناقش بتاعتنا الحمد لله بتحاول تساير هذا التطور وبتنزل الجديد. يعني السكينة دي هاتو مفاتيها السكينة احنا نقولها نجيبها لكم عشان نقولك حتى لو فيه موجود منها لسه بيشتغل ناخد بالنا منه. اهم النقطة جاية بقى دي بتاعيك كنتو ابنانا وبناتنا. ملابس وادوات السلامة للفنين. الخوزة امتى البسة اللي هي وقية الرأس. النضارات للحماية للعين. الكزلك بتاع الراقبة والساق. الحزاء الجلد. حزاء السلامة. يجب عدم لبس الخواتم او الساعات. لان طبعا الخواتم الساعات مادة موصلة وجاهز وانت بتلمس سلك او حاجة تلمس معك. يفضل للعاملين. في مجال السيانة الالكترونية. بالذات ارتداءهم الملابس القطنية. ركزتوا معي. الملابس القطنية. تفاديا للشحنات الكهربائية الساكنة. فكنا احنا قلنا في الحلقة السابقة في قناة التعليم الفني معنى كلمة الكهرباء. قلنا الكهرباء الطيارية والكهرباء الساكنة. في بعض الملابس بتحتفز بالمجالات والشحنات. الملابس القطنية ما بتحتفزي بالشحنات الساكنة. في بعض الملابس بتحتفز ببعض الشحنات في اللبس. فدي مشكلة. مرة 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 انت قاعد قدام الكهرباء وفي الاجهزة الالكترونية زي التلفزيونات والرضاوي وبتصلح. ففي بعض الشحنات بتلتقط الى اللبس. تجي تقوم حد يلمسك يحس برعشة. طب لو زادت ده قدر الله بتبقى مشكلة بالنسبة لك انت. تخد بالك ولزلك قلنا لك ايه? اهم نقطة جاية. اللي هي الملابس واسلاك وادوات السلامة للفنين. ودي ركزنا عليها في الاول وقلنا اسمع كلام الفنين في الامن الصناعي. تعليمات الامن امان لك انت قبل ما تكون للمكان اللي انت فيه. تعالوا شوفها بعض بقى كده. هنبتدي نتكلم عن عناصر الدوار الكارابية اللي حضراتكم ان شاء الله هتبقى بالنسبة لك هي دي التخصص. وطبعا مش هنتوسع فيها ولكن هنقول ازاي تتعرف على دايرة كارابية. عناصر الدارة الكارابية ابنانا وبناتنا عبارة عن حولهم لك في حوالي خمس ستة حاجات وبعدين نوريك الرسمة على شاشتنا. اول حاجة مفتاح التوصيل. واطراف اللي هي اسلاك التوصيل والمصيرات والمنبع والحمل. نقولهم تانية? طب نقولهم بطريقة بسيطة اوي. اللمبة. هبارة عن ايه? لمبة? هتقول لي ودوايا لا اقولك استنى عليها شوية. لمبة اللي هي الحمل. اسلاك التوصيل للسلك الواصل من لمبة. تمام? الى المنبع اللي هو البواط بتاعك او لاز? ثم المفتاح اللي انت بتدوس عليه تنور. ثم المصيرات او المنصيرات او القاطع. ابسط قواعد لعناصر الدارة الكارابية. الخمس حاجات دولة. تعالوا نشوفها بعد كده. اولا الدارة الكارابية تعرفها. هي مصار مغلق للطيارة الكارابي. حيث يمر الطيارة الكارابي من النقطة الاعلى الى النقطة الاقل جهدا. عناصر الدارة الكارابية البسيطة. بصوا رسميتها ايه? رسميتها برا عن ايه? منبع طيار الكارابي. اللي هو باللون الاحمر. وقادي مفتاح. وقادي مصر. وقادي الحملة بتاعك. تعالوا نشوفهم بعد كده. واحد. منبع طيار كارابي. اتنين. اسلاك توصيل. تلاتة. حماية وتحكم. اللي هو فين? اهو. حماية وتحكم. المصر حماية وده التحكم بتاعي. رخم اربعة الحمل. رخم اربعة. الحمل اللي هي اللمبة او المطور اللي انت عايز تشغل. المنبع الكارابي. يعني مين المنبع الكارابي? الكارابة جاية منين? الكارابة جاية منين? هي مصدر الطاقة الكارابية. وهو ناتج وهو ناتج من تحويل الطاقات المختلفة الى الطاقة وكعربية زي مثل تحويل الطاقة الميكانيكية زي المؤلد طب مثال بسرعة كده مصر عشان ما نتعبش اقول لك دينامو العربية مش المطور بتاع العربية بيدور اه مش ده فيه مطور يعني حركة ميكانيكية بيدور معا مين اه المؤلد او الدينامو بيشح البطارية ويخلوا امور العربية بكويس رقم اتنين الطاقة الكيميائية انت بتحول ايه الطاقة الكيميائية مش بتحول الكعربة الى طاقة كيميائية في البطارية مخزنة وتبقى شو احنا موجودة لغاية ما تفضيها وتشحنها الطاقة الحرارية اللي هو الازدواج الحراري الخلاة الضوائية هي طاقة ايه الشمسية خلت دور كار ضوائية ده المنبع رقم اتنين او يرمز للمنبع برضو بعدة رموز اهي برضو خد بالك بقى من رموز بتاعتنا ده اللي لو انت هتشوفه قدام عينك ده ايه وحدة في معمل اللافولت ايه ده ده القسمين ده بقى خاص بقسم الكهربا ده حضرتك ان شاء الله اول ما تخش قسم الكهربا حيدخلوك المعمل تتعرف على الاجهزة قدامك لو لقيت ده في الرسم ده جينريتور يبقى مولي الطيار متردد او مستمر على حسب مهنك ودي بطارية ده محدة الباور سبلاي فيه منبع الطيار متردد ومنبع الطيار المستمر يبقى خدنا اول حاجة المنبع وعرفنا ان هو بيتحويل ناتج من تحويل بعض الطاقات الى الطاق الكهربين وشفنا الرمز بتاعه حيس حيس يصل الطيار الكهربى من الطرف الموجب الى الطرف السالب في الدائرة الخارجة الخارجية ومن الطرف السالب الى الطرف الموجب خلال المنبع الكهربى والقوة التي تدفع او القوة التي تدفع الطيار الكهربى على التحرك ضد مقاومات الدائرة تسمى بالقوة الدافعة الكارابية هي القوة التي تدفع الطيارة للمرور في الموصل خلال الثانية الوحدة اللي هي القاف ده الكاف او الترنتيك ماجليتك فيلت تعريفها هؤلاء لك هي على طول هي القوة التي تدفع الطيارة الكارابي للتحرك ضد مقاومات الدائرة لتغذية اجداء الدائرة المختلفة وحدتها الفولد ايدي زيها زي الجود يبقى الجود والضغط والقدفة الكارابية اولهم تاني الجود والضغط والقدفة الكارابية وحدتهم الفولد هنبتدي بقى نتعود على بعض المصطلحات الانجليزية عشان لسانك تتعود عليها في بعد كده رقم اتنين اسلاك التوصيل اسلاك التوصيل هي مصاري الطيار الكارابي وهي غالبا ما تصنع من النحاس الاحمد او الالمونيوم وهي اسلاك معزولة ومساحة مقطعها انا بركز اوي اوه تتناسب مع الطيار المار فيها وهي تقوم يبقى وظيفة الاسلاك التوصيل هي ايه تقوم بتوصيل الطيار الكارابي من المنبع الى الحمل يعني من المصدر بتاعك الى اللمبة او المطول لشغال اشكالها ايه طبعا في اسلاكة كتير جدا النوعيات معينة احنا بس ورين لك اشكالة عبارة عن السمك وعدد الشعيرات والتخانات تلاتة الحماية والتحكم خبالك انا بنتكلم فعناصر الدائرة الكارابية البسيطة عناصر الدائرة الكارابية البسيطة قلنا اول حاجة المنبع رقم اتنين قلنا استخد توصيل رقم تلاتة الحماية والتحكم ابسط وصيلة للتحكم هي التوصيل او الفصل المفتاح والحماية ابسط وصيلة للحماية ضد الزيادة الطيار هي المصيرات او بنسميها احنا ايه الفيوز ده مفتاح التوصيل عندي سلاسي لأوجهه ده مفتاح التوصيل سلاسي لأوجه لو بالمرة واحدة الباور صبلاي معنا لو انت ركزتوا معايا تحت هنا بص للطرف اللي نازل عليه السام هنا ده التقريض يعني حتى مدارسنا الحمد لله الاجهزة اللي فيها متقردة يعني متقردة واخد سلك الامان هتلاقي هنا المعمل دوت هتلاقي سلك التقريض ده وصل للارض بحيث ان حضرتك او المعلم او امين المعمل بيستخدم الجهاز وهو مؤمن احنا لسه نتكلم على التقريض في الحلقة اللي فاته رقم اربعة الاحمال الاحمال طبعا بالنسبة لك عبارة عن لنبات عبارة عن سخنات عبارة عن تلاجات عبارة عن اه مواتير ميا مواتير مكن اه هي الاجزاء التي يتم فيها تحويل الطاقة الكهربية الى طاقات مختلفة مثل المحركات والمكوى والمصابية اهي يعني مطور عايي يشتغل بتدي له كهربا يبتدي يشتغل بالنسبة لك سواء بمطور في ورشة او في مصنع ودي اللمبات اللي هي تعتبر الاحمال يبقى الاحمال هنا بتختلف من نوع الى نوع حسب الاستخدام طب ايه تاني عندنا? قال انت هتخش هتدخل على قسم الكهربا? هنبتدي بقى نعرفك بعض التعريفات اللي حضرتك هتبدأ بها حياتك العملية كمهندس كهربا او كفاني كهربا. كفاني تركيبات معدات كهربية. اول تعريف منها الجهد الكهربية. طبعا قبل مبدأ احنا الحالة اللي فات قولنا الجهد الكهربية بوحدته ايه? الفولت برافو عليك. هو الشغل المبزول لنقل وحدة الشحنات الموجبة من نقطة الى اخرى ويقاص الجهد الكهربية ايه واح هنبتدي بقى نعرف الاجهزة اللي بتقيس بواسطة الجهاز فولتاميتر ووحدة القياس الفولت ويوصل على التوازي بالدائرة الجهد الكهربية هو الشغل المبزول لنقل وحدة الشحنات الموجبة من نقطة الى اخرى تمام? يقاص بايه? بجهاز الفولتاميتر هتلاقي جهاز مكتوب على الفولتاميتر وفيه حاليا دلوقتي الالكتروني. يوصل على التوازي. خد بالك من المعلومات دي عشان ان شاء الله ربنا يكرمك لو دخلت قسم الكهربة يبقى عندك معلومات تقدر تبدأ بيها وتبني عليها. رقم اتنين. الطيار الكهربية. معدل سرايان الطيار الكهربية في الموصل ويكون اتجاه الطيارة الطيار الكهربية في اتجاه معاكس للطيار الالكتروني. يقاص الطيار الكهربية بجهاز الاميتر. وعند قياسه برافا عليك الامبير. ويوصل الاميتر على التوالي. يبقى الفولتاميتر لقياس الجهد الكهربية. والاميتر لقياس شدة الطيار الكهربية. الفولتاميتر يوصل على التوازي. والاميط يوصل على التوالي. فاضل ايه تاني? طبعا المقاومة الكعربية. والمقاومة الكعربية ابنانا وبناتنا انواع كتيرة جدا. هي مقاومة الاجذاء المكونة للدائرة الكعربية. وتحد من شدة الطائر الكعربي. واحدة قياسها الاوم. وجهاز القياس الاوميتر. ويرمز دعا بعلامة الاوميجا. اللي اتا قدام منك على شاشتنا هنا. الاوميجا. يبقى احنا خدنا الجود الكعربية. خدنا الطيار. خدنا المقاومة. وانا قلت هذا الكلام في الحلقة السابقة. ان في عندي تلات عناصر لازم اكون فهمهم كويس قوي. اعرف الطيار بتاع دي. الجود بتاع دي. مقاومة الجسمة دي. مقاومة المادة دي. عشان اعرف اتعامل مع شدة او ما اتعامل مع قسم التركيبات والمعدات الكعربية. المقاومة كل ده. يبقى جود وطيار مقاومة. يندرك تحت قانون اوم. يدرس العلاقة بين الجود والطيار ويمص على انه. مركز معايا بقى فيها. هنبتدي بقى ايه? سنة بسنة كانا نخش في المناج. فرق الجود بين طرفي موصل كعربي يساوي حاصل ضرب. كل من المقاومة مقاومة الموصل والطيار المرفي. يعني في بتساوي ايه? اي فار. تعالوا نشوف الكلام ده كده. هو النسبة تعريف تاني. بين فرق الجود على طرفي اي موصل والطيار المرفي يساوي مقدار سابت وهو المقاومة. ايه نا عايقوا? شفت المسلس ده بكده? اه خدناه. بس اخدتوا باللغة العربية. مين بتساوي جي معلات ايه? مين اللي هي الار اللي هي المقاومة? الريزيستن. واد البي اللي هو جهة بتاعي. واد الطيار الاي اللي هو اكرانا. تعالوا شوف ايه المسلس يتضح عنه. ركز معايا كده. البي هتساوي الاي في الار. البي هتساوي الاي في الار. تب والار هتساوي البي على الاي. تب والاي هتساوي البي على الاي. المسلس بسيط جدا من قانون اوم بتقدر تطلع منه تلات اربع خمس حاجات في حاجات كتير اوي تطلعها من قانون اوم وده من احد القوانين المهمة جدا في دراسة او في دراسة التركيبات المعدات الكاربية او قسم الكاربا طب المقاومات دي حتى طلعناها تاني نفر الجود بالفولت شد الطيار بالامبير والمقاومة بالاوم ايه رأيكم بقى المقاومات دي انواع في مقاومة مقاومات سابتة وفي مقاومات متغيرة في مقاومات سلكية احدث حاجة نزلة في السوق وحضراتكم هتدرسوها ان شاء الله في الصف الاول لقسم الكاربا ومركزين عليها انواع المقاومات لها مقاومات زا تشفرة الالوان هتدصل المقاومة تعرف قيمتها بالكيلو اوم بالكيلو اوم يا مصر اه كان زمان المقاومة عبارة عن ملفات وريزستان كده كبيرة كنا نحب محرك فيها بدرعنا وبعدين بقت اوتاماتيك بتحرك فيها عن طريق طايمة المعين دلوقتي بقت بشفرة الالوان بتصنع بالوان معينة بقيم معينة بجدوى المعين هورولك على الشاشة دلوقتي يقولك حتة المقاومة الصغرونة دي قد كده تعمل مثلا 10 كيلو اوم 100 كيلو اوم يا صغيرة مع التطور العلمي والحمد لله ان الخبراءنا في التربية والتعليم بينزلوا الحاجات دي مع المناهج اول بول اول بول بحيث ان انت تبقى خارج ليه الحالة عملية والسوق تقيل فاهم مش لسه هتتضرب انت راجل مليان بصوا كده الجدول اللي هينزل هنا تحديد قيمة المقاومة بالالوان يعني انا لو قلتلك عندي هنا ادي اصفر بني احمر اخضر المقاومة دي عاملة ادي ايه الفين ومائة يوم طب عرفت الالوان دي منين يا مصر معلش اصلي هقول لك هنا الشريط الاولاني هو قال لي هنا برتقالي الشريط التاني بني الشريط التالت ايه احمر خلاص والرابع هنا الزهبي تمام هقول لتاني برتقالي بني احمر وشريط الزهبي تعالى في الجدول في الجدول الاسود بصفر والبني بواحد الاحمر باتنين البرتقالي التلاتة خطبالك الاسود باربعة الاخدر بخمسة ازرق بستة واردي اللي هو الرمادي بسبعة الرمادي بتمانية خلاص الابيض بتسعة تعالى بص معامل الدرب في ايه في كزا صفر واحد بصفر طبعا هنا في عشرة في مية في الف الدهب والفضي خمسة في المية وعشرة في المية هدي لك مساء على الكلام ده ما تقلقش هدي لك مساء بسيط جدا وقول لك تحفظه ازاي يعني السبع تمن الوان كده لو قلت لك على كلمة واحدة تحفظهم فيها اسمها سنحرس خزا مين به سنحرس كلام ده بقى يعني في شرح السنة الزملاء في البصولة هيعملوها كتير او في المدارس سنحرس خزا مين به خد الحرف التاني من كل لون هتلاقيه الالوان كلها معك الشرط الزهب الرابع قيمة المقاومة بحيث تختلف بمقدار خمسة خمسة في المية فوق او يعني هنا الفين تسعمائة خمسة واربين هنا الفين خمسة وخمسة وخمسين نسبة الخمسة في المية دي المقاومات زي شفت الالوان احد انواع المقاومات اللي منتشرة جدا في السوف الحامة عاملية دلوقتي لذلك انا ممكن نقول لك كنا نقول لك انواع المقاومات كلها بس تي مقاومات عافى عليها الزمن خلاص لا تستخدم الا نادرا الحديث ايه اللي نزلته الوزارة مع السوق عشان يبقى اللي اتنين حاجة واحدة تعالوا نشوف فيها مثال كده ايه رأيكم شايف دي كده وهتلاقي طبعا في الرضاوي التلفزيونات كتير قوي تبقى عبارة اهلاك بقى بعد ابنانا وبناتنا لما اشتغلوا في المصانع كان يبصوا للمقاومة كده دي كزا قوم دي كزا قوم دي كزا قوم طيب ايه رأيكم نسائل شوية راخد مثال عليها مثال حدد قيمة مقاومة عليها خمسة حلقات منونة بالترتيب الات اخدر ازرق برتقالي احمر دهبي ههو الحل خدت بالك بكده اخدر ازرق برتقالي احمر دهبي نقولهم تاني ها اخدر ازرق برتقالي احمر دهبي ركز بص كدا اخدر اه بالالوان معاك وبرضو بالارقام اللون اللي اخدر يبقى خمسة اللون اللي ازرقة يبقى كم ستة خد بالك لبقى خدها من الشمال اللون البرتقالي يبقى كم تلاتة تبقى اللون الاحمر اتنين والدهبي ونه كم خمسة او ستة فوق او تحت تعال بص كده خمسة ستة تلاتة يبقى كده كام? ستة وخمسين وتلاتة من عشرة. ستة وخمسين وتلاتة من عشرة. زائد كيلو. اخد بالالف على طول. يعني تلات تصفار هنا. تلات تصفار. زائد او ناقص ها? خمسة في المية. خمسة في المية دي زيادة في القراءة او نقص في القراءة. يعني ايه انت يقول لك ده فاقت او زيادة. ما بدلكش خمسة يبدلكش مئة في المية. خمسة وتسعين في المية تبقى مزبوطة. بص التطور العلمي في المقاومة. يعني انا بوارد ايه. قلنا مثال صغير. ليه قسم الكهربا. التطور العلمي اللي بيحصل في السوق وفي البحث. حتة مقاومة قد كده. بص مدياني قد ايه? ستة وخمسين كيلو قوم. كنا بنعملها سلك زمان ويروسيتات يعني بنقعد فيها فترة. لأ دلوقتي تعمل لك. ورخيصة على فكرة جدا. لان دايما بتتعامل من السراميك. تبقى فيها اجزاء من السراميك من جوة. بحيس انها بتبقى رخيصة جدا انت بتشريها. زمان كانت المقاومات دي سنديق. كنا نقعد نفك مقاومة ومقاومة عشان نوصلها مع الدايرة. اتطورت بقت مقاومات صغيرة مع كويل مع ملف مع مع. بعد كده فجئنا في الدراسة اني نزلت في السوق حاجات جديدة. زي. يعني نعمل الاسلاك اللي انا مولتوش فيه عناصر الدارة الكربية. الاسلاك اللي هي الضوئية. الاسلاك الضوئية سلك عادي بينور تحت المية. دي الياف. الياف صنعية بلوقتي. ودي يعني اخر تطور في العلم. ان السلك يبارة عن يعني الياف الياف بسلك نحاس. بسلك نحاس والالمون يملأ الياف. عارفين زي البلاستيكة بتاعت الكمامة? الياف. جوها مادة معينة بحيس ان تصطدم الشحنات تنور لك بالضوء اللي انت عايزه. هدي من استخدامات الكهرباء والتطور الحديث بتاع الكهرباء في في الايام. التطور البحث العلمي شبابنا رهيب. كل ساعة كل دقيقة. فانت كراجل يعني نقول ايه? كعنصر بشري. واحنا قلنا ان اغلى حاجة في في الدنيا الفرض او العنصر. الطاقة البشرية. بنحاول نحضركم للتطور العلمي ده وتسابقوا ان شاء الله تختاروا وتبتكروا فيه. ولزلك تحديث المناك شغال على كده. يعني الجدارات اللي نازل ان شاء الله هيبقى فيها ميزة قوي. ان انت هتشتغل الحاجة دي بايدك. هتاخد كم صغير بتطوير معين تلاقي في السوق. تطلع تشتغل. مش هتطلع لسه تتضرب ولسه هتستنى وتفتكر لقد انت حاجات شفتها بقينك. وده يمكن برضو للكلام العام كله. اللي هو التعليم المزدوج. يعني في الخطة العشرين تلاتين في الدولة ان خمسين في المية من مدارس مصر فيها تعليم مزدوج. ايه تعليم مزدوج? انك بتقعد اربعة ايام في المصنع. اربعة ايام في المصنع. ويومين في المدرسة. اليومين بدول بتدرس فيه من مواد بتاعتك. سواء مواد ثقافية اللي العربي والانجليزي والرياضة. اما اليوم التاني كل مواد فنية. ده كل التخصصات قال كل التخصصات. جميع التخصصات فيها تعليم مزدوج. ده يعني من احد الحاجات المهمة جدا اللي شغال عليها الوزارة. يقول لك لما يقعد اربعة ايام في الوزارة هو لسه خمستاشر ستاشر سنة. لسه فولة سنوي. هيشوف المكان قدام عينه. هيشوف التوصيلات قدام عينه. المهندسين هيوروه. هيسأل. هيجي يكمل الدراسة ديت او اللي شافه بعينه. ولومسوا بيده دوت. في المدرسة يومين. يبتدي بقى يحسب حساباته. يتعلم اللغة اه يفك الرموز. بالنظري في المدرسة. ده. وكمان حتى المدرسة تطبيقية. اللي بقى لها سنتين تلاتة المدرسة تطبيقية دلوقت. بقى يعملوا ايه? وعلى فكرة النظام ده معمول في ايه? في الاتحاد الاوروبي. وخصوصا في ايطاليا والمانيا. خصوصا في ايطاليا والمانيا. وبرضو في انجلترا والحتد. بيعملوا ايه? مصنع كبير. بيخصص جزء يعمل منه مدرسة. يعمل منه مدرسة. ويروح لوزارة التربية والتعليم انت المناهج بتاعيكو في القسم بتاعي ايه? يعني عنده مصنع سيارات مثلا. زي المصانع الكبيرة مش هنقول لأسماء يعني. مصانع كبيرة في المانيا. عنده مصانع السيارات. فراه فتحين جزء في مدرسة للسيارات. العمل بتاعك داخل المصنع. بس قبل ما يعمل حاجة زي دي بيروح لوزارة التربية والتعليم. انا عايز مناهج. المناهج ديت تمس كزا وكزا 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 وكزا. بينزل خبراء تربية والتعليم قاعدة مناسب. ويبتدي يستقبلوا الطلبة. خدالك بقى كده? بيدربون فين? في المصنع. والمصنع هو اللي بيصف عليهم. ما انا هقول لك ليه بعدين? وبعدين بيتدرسوا فين في المدرسة? يومين برضو. يتدرس يومين كاملين. اصبح هو خارج بعد ثلاث سنين او اربع سنين فاهم مهنته. فاهمة كفني. طب جاب مجموعة في الامتحان بيكمل في الجامعة. وياخد برضو في تخصصه. ودي ميزة. انه بتخصص مين بدايته? طب المصنع استفاد من ايه? استفاد ان هو وفر تدريب اعمالة. بل بالعكس بيعمل تجديد للعمالة بتاعته من ابناؤه. مش هو بيصرف على ابناؤه بيجدد ويخليهم يشتغلوا? طب انا عايز منهم عايز الدفعة كلها تشتغل معايا. لان في دفعة بتكبر. وتتخرج. وبعدين في دفعة بتطلع معاش. هو على طول بيفرخ. مش ليس هيستني يعمل مسابعة. وبعدين يضرب. وحيصرف. لأ هو بيصرف وتماتك على طول. بيصرف على العنصر البشري. اللي هو اهم عصر عندنا. في مصر حاليا مدارس تطبيقية دي تبتلت يعني الله هو اكبر لوزارة سامحت بها كتير جدا. وطبقت النزام الاوروبي. المدارس تطبيقية تكنولوجيا. انا لو قلت على اسماء الشركات مش حقدر طبعا يعني بس هنقولها دلوقتي. زي مصنع زي مدرسة السويدي. في الكهرباء. مدرسة مدرسة يعني هنقول ايه? الشركات اللي هي عملت كده شركات ويه? مدرسة تطبيقية. في شركات مش عايزين نقول اسمها كتير لان الشركات كلها مسمى بمنتج يعني مش هنتكلم بمنتج معين. ده كلها بقت مصانع. ودخلها المدارس. ودخلها المدارس. فدي ميزة. وعلى فكرة يعني مش عايزين يقول لي يعني يبتاخد مجامية عالية. ليه? هو عايز طالب يحضره يبقى فني ومهندس ليه. يعني بيحضره في تخصصه. وبيبدأ بيه من السفر. الكلام ده كان مطبق قوي في التعليم المزدود. اللي هو كان زمان في التمانينة في التمانينة تسمى مبارك كول. دلوقتي بيسموه التعليم المزدود. اربعة ايام في المصنع ويومين في المدرسة. فالمصانع قالت تكتبوا ليه? تمانا خلي كله عندي. المصنع والمدرسة. انا هابني مبنى للمدرسة. عايز خمسين طالب السنة دي. انا طبعا لازم يكون في التفاية مع وزارة التربية والتعليم للاشراف التربوي والعلم يعليم. بياخدوا الطلب على قد اللي هم السنة دي عايزينهم خمسين عايز مية عايز مية. ويبتدي هنا يتابعهم في المصانع. يشغلهم في المصانع. وحاجته. الولد ذات نفسه او الفني بيحس ان المصنع ده بتاعه. والمهنة دي بتاعته. وعايز يبدع عشان يبتكر. انا شاف الماكنة دي. وعلى فكرة فيه انا مش هحلف يعني لان فيه طلبة كتير جدا في المصانع ابتكرت حاجات ومش عايز اقول لكم مبجمعات فين دلوقتي. يعني مش هقول لكم مبجمعات فين والله. ودي يعني عصرتها بنفسي. يعني زيب يقولون. وحاليا بسم الله ان شاء الله يعني. اه اللي ابتكر الولد يعني وبنت اللي كانوا بيه في مصانع. ففيه جزء معين في مكنة. قال لا دي ممكن لو حطينا المقاومة دي هنا هتيعمل كزا لان دي جاية ببرودة فمش عايز اشرع عشان ما 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 نحرقش اختراعهم اللي هم عملوه خدوا عليه كل حاجات. صعب المصنع او الشركة المنفزة المصنع قلت لك طب ننفزها. بص بقى. ننفزها. هنصرف عليها والنفز. نفزوها. نجحت. العائد ايه بقى? البنت والولد وده ابتدوا يكملوا. ابتدوا ياخدوا مكانتهم. خلاص. هو احدد هدفه. انا عايزة بمهندس في الحتة دي. وعايزة بقى دكتور في الهندسة في الحتة دي. وبعدين انا حبيبتك في حاجتي. ودي الحاجات من الحاجات الجميلة جدا اللي بتعملها الوزارة السنائية. يعني بقى لها فترة انها تقول لك تاب وليه. احنا نطور زي ما الناس بتطور ونبقى احسن منهم. لو المصانع ديت او الشركات ديت عملت كده وشجعت. وانتشرت كتير جدا في الفترة اللي اخينا بقى لها حوالي بتاع خمس سنين. يعني وست سنين احنا خرجنا دفايتين منهم. انا شاكل اقول لك احنا لابسينا بيها قوي. خرجنا دفايتين منهم. وكانت يعني فضل الله بسم الله ومشاء الله تجربة لك حاجة جدا. تجربة لك. ليه? يعني هنقولها كده بالبلدي. على الاقل انت هتتعلم المهارة بايدك. هتعلم المهارة بايدك واتفهمها بايدك انت. فدي بالنسبة لنا كانت من الحاجات الجميلة جدا اللي في الوزارة. انا طبعا اه عرفناكم العناصر الدائرة وقسم الكهربة. وكمان اتكلمنا عن المدارس صدقية التكنولوجية والتعليم المززوج وقسم الكهرباء. والاقسام التانية كلها ان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا. لما تتمنوا. ويا ربنا يحفظ بلدنا بازن واحد احد. ربنا يحفظ مصر واهلها. والى اللقاء في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.